اهلا بكم لتطورات فيروس كورونا لهذا اليوم استكملا لحربنا ضد فيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة انتصارا جديدا بخروج 121 متعاف من مستشفى العزل بعد تأكيد شفائهم وذلك من بين 161 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية كما أوضحت الوزارة وصول إجمالية عدد الحالات التي تم تسكيلها إلى 576 حالة إصابة و36 حالة وفاة من جهتها قامت القوات المسلحة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من ميدان العتبة وحي الموسكي ومنطقة الأسواق التجارية وهيئة البريد والمصرح القومي وميدان وجراج الأوبرا وشرعي عبد العزيز والجيش والشوارع الجانبية المحيطة لذلك قرر وزير الأوقاف تمديد تعليق الجمع والجماعات بالمساجد من جهته وجه شيخ الأزهر مجمع البحوث بتوعية المواطنين بالالتزام بقرارات الدولة الاحترازية فيما أكد البابات ودروس اتخاذ مصر إجراءات حاسمة لمواجهة كورونا الدول العربية من جانبها تواصل جهودها لمواجهة فيروس كورونا خاصة في ظل التهديدات التي يمثلها الفيروس ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زيد النهيان أكد أن دولة الإمارات تولي حياة الإنسان وصحته وسلامته أهمية قصوى وتضعه على قمة أولوياتها وخططها في الظروف كافة وذلك خلال افتتاح مركز إجراء الفحص من المركبة للكشف عن فيروس كورونا لأفراد المجتمع السعودية علقت الدخول والخروج من مدينة جدة كما أعلنت وزارة الداخلية تقديم موعد حظر التجول في المحافظة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء اليوم بالتوقيت المحلي مضيفة أن التعليق سيطبق حتى انتهاء مدة حظر التجول المحددة لبنان مدد فترة الإغلاق لمدة أسبوعين لمكافحة انتشار الفيروس في الوقت الذي يقوم فيه بتقديم خطوات جديدة وصارمة وصلت إلى إغلاق منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية من السابع مساء وحتى الخامس صباحا بالإضافة إلى إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية ومطار بيروت تعفى أكثر من 153 ألف شخص من فيروس كورونا من بين نحو 686 ألف أصابهم الفيروس حول العالم فيما حصد الفيروس أرواح قرابة 32 ألفا وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيل للإصابات مع إعلانها تسجيل أكثر من 125 ألف إصابة فيما تواصل الصين من المركز الثالث تحقيق المعجزة حيث وصل عدد المتعافين إلى 75 ألفا واربعمائة وثمان واربعين من إجمالي 81 ألف واربعمائة وثلاث واربعين إصابة توفي منهم ثلاثة ألاف وثلاثمائة حالة فقط بدوره أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية كولورادو ومنطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا بها فيما رفض ترامب فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونتاكت بعدما تطرق إلى ذلك في وقت سابق لمواجهة انتشار الفيروس أما المفاوضية الأوروبية قالت أنها تعكف على وضع مقترحات لمواجهة داعيات تفشي فيروس كورونا وعشرت رئيسة المفاوضية لأنها لا تستبعد أي خيارات وذلك قبل إجراء تغييرات على الميزانية الجديدة للتكتل لفتة إلى أن تغييرات سوف تشمل حزمة إنقاذ في محاولة الاحتواء خطر تفشي فيروس كورونا في إسبانيا وصلت وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية عملها في تطهير دور رعاية المسنين ومحطات القطارات والسجون باستخدام المضخات بل وحتى الطائرات من دون طيار حيث قام الجنود برش المطهرات في شوارع العاصمة مدريد ومدن إشبيلية وارنخيز وأماكن أخرى كما الجنود الذين ارتدوا ملابس واقية كاملة بمسح كل جزء من بيوت التمريد بعناية رغم ما يمثله الأمر من خطورة بالغة تابعونا عبر منصاتنا الإلكترونية اشتركوا في القناة